السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله طلاب الصف الخامس الابتدائي بمدارس الرقية الاهلية مع درس جديد من مادة الاجتماعيات نفتح الكتاب يا أبطال صفحة 94 على الدرس الخامس عشر الذي هو بعنوان الأمن نفكر ونستنتج من المهام المنوطة بالدولة حماية الوطن وبسط الأمن للمواطنين فما مفهوم الأمن وما دور رجال الأمن في تحقيقه نعرف أولا ما معنى كلمة الأمن الأمن هو الطمأنينة والاستقرار الطمأنينة للأفراد والاستقرار للمجتمع الذي نشعر به في وطننا المملكة العربية السعودية ويوفر لنا البيئة الملائمة للتنمية والرخاء فبدون أمن لا توجد تنمية ولا يوجد رخاء من نتائج تحقيق الأمن الاستقرار ومن نتائج الاستقرار الرخاء والنعمة والتقدم والازدهار قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ماذا نستفيد من هذه الآية يا أبطال حقق الله تعالى دعوة نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأن جعل بلادنا تضم بيت الله الحرام بمكة المكرمة ومسجد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة أن جعل هذه البلاد آمنة ومستقرة ومكة من آل سعود ورجالات الوطن من تحقيق الأمن الذي تنعم به هذه البلاد ومواطنوها وزائروها والمقيمون فيها لكن يا أبطال في هذه الآية السابقة لمحة جميلة وهي لا يحقق الله عز وجل الأمن والأمان في الدنيا والآخرة إلا لمن آمن بالله واليوم الآخر وأطاع الله تبارك وتعالى ولم يفعل المنكرات التي نهى الله عز وجل عنها لذلك قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ما هو الشرط من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا أي أن الله عز وجل قد يحقق للكافر أو للعاصي الأمن والأمان في الدنيا ولكن في الآخرة ليس له إلا النار نعوذ بالله من النار فشرط تحقيق الأمن في الدنيا والآخرة هو الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر ننتقل إلى صفحة 95 نشاط واحد السؤال ألف يقول هل يستطيع المواطن منفردا أن يؤمن نفسه وأسرته دون الحاجة لرجال الأمن؟ هل يستطيع إنسان أن يحمي بيته ومزرعته ومصنعه وأفراد أسرته؟ كل هذا يفعله بمفرده؟ طبعا لا باء ماذا يحدث لو لم يكن في وطني رجال الأمن؟ لو لم يكن في وطني رجال الأمن ستسود الفوضى وتنتشر الحوادث ولا يأمن الإنسان على حياته ولا على ممتلكاته؟ جيم لماذا نحب الالتحاق بالمؤسسات الأمنية في وطننا المملكة العربية السعودية؟ المؤسسات الأمنية مثل وزارة الداخلية مثل الحرس الوطني مثل حرس الحدود لماذا نحب الالتحاق بهذه المؤسسات؟ حتى نساعد في تحقيق الأمن والأمان في مجتمعنا الذي نعيش فيه إلى هنا يكون قد انتهى درس اليوم وأطلو منكم أيها الأبطال حل نشاط واحد صفحة 95 ودائما إن شاء الله موفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته